أمي شو أصدك بهاد الكلام؟ ناصر كأنه تغير مدري شوكو ما عم بفهم عليكي ليش هيك تحكي بالأبغاز؟ ناصر من زمان مو متل هلأ حاسستو بس بده يانا نعمل العرس وراكد بيه الشغل بإيدي ورجلي أمي مون إحنا يلي خلينا يصير هيك بعدين القصة لصالحنا لازم يركض بإيدي ورجلي ما أنا عم بحكي لحكي مشان تنتبهي على تصرفاته لازم تعرفي عنه كل شاردة وكل واردة قد بده يصير من العيلي مثل واحد كان من أولادي وقت لي بده يفوته يطلع عالبيت ما حدا رح يقل له كلمة يعني بدك تقولي هو صار رجال البيت ونحنا محسوبين عليه وهو محسوب علينا عن جد معك حق أصلاً هي هي الشغلة الوحيدة يلي مدايتني أنه لهلأ فيه شغلات أنا ما بعرفة عن ناصير مش عن هيك أنا قلتلك هالكلام ما بكون عم كذب عليكي مها إذا قلتلك أنا قلبي مانو متطمي بس ما بعرف ليش شكراً في القناة ما بينك ما بينك